بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله النهاردة هكمل شرح في دوائر ال RLC وعندي موضوع مهم جدا وهو الكمبليكس باور الكمبليكس باور هو موضوع مهم السبب لاننا عندي في دوائر الطيار المستمر بيكون عندي الباور عبارة عن B بتساوي I تربيع في الريزيستنس اللي هي ال R او بتساوي ال V في ال I لذا ما تكون الدائرة عبارة عن دائرة DC وفيها مقاومة فقط او عدة مقاومات اننا هنا احنا في دوائر الطيار المتردد هيكون عندنا دوائر موجود بها مصدر طيار متردد ومقاومة وملف ومكسف موجودين على التوالي او على التوازي فهنا القدرة مش هتكون عبارة عن ال B بس انما عندي القدرة المستهلكة فعلا في المقاومة اللي هي القدرة الفعالة اسمها B فعلا وبتساوي I تربيع في ال R دي القدرة الفعالة بتستهلك في المقاومات اسمها B بتساوي I تربيع في ال R انما عندي قدرة غير فعالة يعني ملهاش لازمة بيشبيوها بيبقى عندك كوباية وبتصب فيها صودة بيكون الجزء الصودة اللي متكون فيه الكوباية من الاعلى بيسموه جزء غير فعال واخد حيز في كوباية على الفاضي دي برضو نفس الموضوع في الكيو والكيو دي بيسموها قدرة غير فعالة ليه قدرة غير فعالة؟ لانها بتستهلك في المكسفات والملفات وملهاش استخدام وعندي القدرة المركبة دي اسمها Apparent Power وبيرمز لها بالرمز C اي القدرة الظاهرية والقدرة الظاهرية بيرمز لها بالرمز S ووحدتها هي Volt Ampere انما الباور اللي بتستهلك في المقاومات اللي اسمها Active Power او القدرة الفعالة بتساوي I تربيع في الR بيبقى وحدة قياسها الوات انما عندي القدرة غير الفعالة بيرمز لها بالرمز Q ووحدتها هي الفار وبتساوي زي ما القدرة الفعالة بتساوي I تربيع في R فالQ بتساوي I تربيع ولكن بتفيقي بقى في الX يعني X ممكن تبقى XL وممكن تبقى XC صح ولا لا مش دول مقاومات ولا ايه او I تربيع في XL مينس XC دا لما يكونوا على التوائل تمام لان طبعا هم واحد فوق واحد تحت فهتساوي I تربيع XL مينس XC فهنا بالنسبة لي دا عدد مركب S بتساوي B زي جي كيو واتفقنا ان B زي جي كيو دا هو عدد مركب فعشان نجيب مقدار الS فمقدار الS يساوي B تربيع زي كيو سكوير يبقى عندي القدرة الظاهرية اللي هي القدرة المركبة القدرة اللي بتطلع من المصدر دا عبارة عن الجزر التربيعي للقدرة المستهلكة في المقاومات B تربيع زي كيو تربيع فهنا القدرة الفعالة اللي بتستهلك في المقاومات اسمها بتساوي I تربيع في R أو V في I ولكن V في الريزيستنس والI بتاعت الريزيستنس ودائما بتكون IRMS القيمة الفعالة للجهد أو القيمة الفعالة للطيار والقدرة غير الفعالة قلنا بتساوي بتساوي I تربيع في XL-XC لما تكون على التواني كنا خدنا في المقاومات ان احنا عندنا حاجة اسمها مسلس المقاومات قلنا ان الR بتبقى على الافق كده تبقى في تحت وهنا XL-XC وهنا Z وقلنا هنا الزد بتساوي جزر R تربيع زائد XL-XC الكل تربيع دا ما تكون الدايرة على التواني وقلنا الزاوية سيتا دا هي قوزين الزاوية سيتا اسمه الباور فاكتور فاحنا عندنا نفس الموضوع مش عندنا الS بتساوي جزر B تربيع زائد Q تربيع عندي برضو مسلس للقدرة فبيتحط هنا الB على الافق كده وهنا بيتحط الQ وهنا بيتحط الS فلو عاوز اجيب الS هتساوي جزر التربيع الB تربيع زائد Q تربيع وبرضو قوزين الزاوية دا هي بتساوي باور فاكتور او معامل القدرة معامل القدرة باور فاكتور يرمز له بالرمز بضط F بيساوي كوزين سيتا ودائما لما تكون القدرة الغير فعالة بوزيطيف معنى كده ان الطيار بيتأخر عن الجهد لو كانت نيجاتيف فمعنى كده ان الطيار بيتقدم على الجهد وانما تكون بتساوي زيرو يبقى الطيار مع الجهد في نفس الاتجاه دا ليه طبعا لانه قلنا Q بتساوي IFXL-XC تمام طيب ناخد مثال هنربط بيه بين المقاومات اللي على التوالي وبين القدرة المركبة في المثال اللي قدامي دا بيقول two coils A and B are connected in series عندي coils A و B متصلين على التوالي مع مصدر 240 فولت و50 هيرتز the resistance of A مقاومة A يعني الملف A دا هوت له مقاومة 5 أوم وinductance of B يعني الحس الزاتي لB اللي هو L يبقى L بتاع البي بيساوي 15 من 1000 هنري والR A بتساوي 5 أوم هو اللي قال ومعايا الجهد بتاع المصدر 240 فولت وإل تردد 50 هيرتز بيقول إذا إموت from the supply is 3 كيلوات and 2 كيلو فار يعني بيقول لك القدرة اللي طلع من المصدر 3 كيلوات يعني كده معنى الكيلوات دا طبعا وحدة القدرة المستهلكة في الملفات في أصد في المقاومات فبتساوي 3 كيلووات و 2 كيلو فار يعني مع الـ 2 كيلو فار طبعا الفار دا وحدة قياس القدرة غير الفعالة يعني 2 كيلو فار فمعنى كده ان احنا نقدر نجيب معنا البي ومعنا الكيو معنى كده ان احنا نقدر نجيب الاس اللي هي الابيرنت بار أو القدرة الكلية أو اللي بيسموها بي توتل بتساوي جزر بي تربيع زائد كيو تربيع فبتساوي جزر 3 تربيع زائد 2 تربيع نشوف هتطلع بتساوي كام طلعب بتساوي 3 و 6 من 10 كيلو فولت أمبير يعني 3 و 6 من 10 ف 10 قصة 3 فولت أمبير طيب كده دلوقتي جزر بتساوي 2 باي ف من دهالي 50 50 ل 15 1000 نشوف القيمة تساوي كام طلعب بتساوي 4 و 1 و 7 من 100 دلوقتي جبت ايه تانا اقدر اجيبه من الموضوع ده تب انا جبت القدرة الكلية بتساوي 3 و 6 من 10 و معايا الجهد او الجهد اللي طلع من المصدر 240 فولت اعرف اجيب حاجة هو مش التوتل باور ده هي بتساوي الفي كلية في الاي الكلية تمام يعني معنا كده ان نقدر اجيب الاي توتل ايوة تعرف تجيب الاي توتل يبقى الاي توتل بتساوي ايه بقى الاس على الفي الاس طلعناها ب 3 و 6 من 10 ف 10 قصة 3 على الاس على الفي الفي مدهالي ب 240 يبقى التوتل كارنت بيوساوي ثلاثة و 6 من 10 ف 10� curls ثلاتة على 240 واربعين فبيساوي خمستاشر أمبير يبقى معناه كده انه نقدر تجيب التوتال ايه التوتال كارنت اللي هي الاي طيب الاي ده عارف أستخدمه في ايه هو مش الفي بيساوي اي في زد مزبوط يعني معناه كده انه نقدر أجيب المعاوقة الكلية طب انا معايا الفي بمتين واربعين والاي بخمستاشر طيب الاي بخمستاشر ايه وعرف اجيب الزد يبقى الزد للمعاوقة الكلية بتساوي ميتين واربعين على خمستاشر فبتساوي ستاشر اوم طيب هي المعاوقة الكلية في الده بتساوي ايه المعاوقة الكلية بتساوي جزر ار ايه زائد ار بي الكل تربيع ومعايا برضو ملفين على التوالي يعني اكس ال بتاعة ايه زائد الاكس ال بتاعة البي اللي انا متلحها باربع وواحد وسبعين من مية الكل تربيع ده بيساوي الزد بيساوي كان بيساوي ستاشر اوم طيب معايا الار ايه برضو بخمسة يعني ممكن نقول ان ستاشر بتساوي نخلاها ستاشر تربيع يبقى عبارة عن ستاشر عن اه خمسة زائد ار بي الكل تربيع زائد اكس ال ايه زائد اربعة وواحد وسبعين من مية الكل تربيع طيب اعرف اجيبي تاني اعرف اجيب البي اللي بتساوي اي تربيع ار اي تربيع ار طيب اجيبها ازاي ما هو مديني ان القدرة المستعلقة في المقاومات عبارة عن ثلاثة كيلوواط يعني معنى كده ان التلاثة فعشرة اس ثلاثة بيساوي اي تربيع في الار يعني خمستاشر تربيع في الار الار عبارة عن خمسة زائد الار بي لانهم مقاومة عندنا التوالي نعرف نجيب الار بي نعرف نجيب الار بي الار بي تلعب بتساوي كم كده انا اعوض على ال권 ونشوف هناك تلعب طلعب تساوي ثمانية وتلاتة من عشرة قوم يعني كده معي الاربي مفضل ليش غير الـ xLA اعرف اجيبي الـ xLA اعرف اجيبها اعوض هتطلع قيمة الـ xLA بتساوي اربعة وتلاتاشر من مية قوم تمها بتساوي 2πFL بتاعة الـ A لانه هو عاوز لانه هو عاوز الـ L-A الاندكتنس بتاعة الـ A الاندكتنس يعني الـ L فهنجيب الـ L برضه معي قيمة التردد بخمسين وبالتالي سيطلع ال L بتاع الكويل A اللي هو الحس الذاتي بتاع الكويل A بيساوي 13000 يبقى كده جبت ال INDUCTANTS وجبت المقاومة وبالتالي هو عايز بقى يعني هو عاوز الجهد على كل كويل فالجهد على الكويل A ال V اللي بيمشي في الكويل A عبارة عن I في Z I في Z بتاع الكويل A هنقدر نجيب الزد بتاع الكويل A اللي هي جزر R تربيع زائد XL تربيع يبقى عبارة عن L 15 في جزر 5 تربيع زائد XL A اللي هي عبارة عن كام 34 ممية لكل تربيع ونشوف القيمة هتلاقيها طرع بتساوي كام طرع بتساوي 97 ونص فولت وبنفس الطريقة نعرف نجيب الفولتيج أكروس الكويل B بيساوي 15 في جزر R تربيع اللي هي بتمانية وتلتة تربيع زائد XLB اللي هي بتساوي كام بتطلعينها بتساوي 471 من مية الكل تربيع فبتساوي 143 ونص فولت وبكده يكون الموضوع بتاع الفيديو خلص اللي هو على الكمبليكس باور ان شاء الله الفيديو الجاي هيكون على الريزونانس in RLC سيركيتس وانتظروا ان شاء الله هعمل فيديوهين اسمهم الخلاصة في الأي سي سيركيتس هيكون لامم كل أجزاء الأي سي للي مش عاوز يتفرغ على الفيديوهات ديت شكرا اشتركوا في القناة